ثم انظر إلى الآية الأخرى التي تأتي لتبين وتؤكد وتؤكد أن الإيمان كله في حب الوطن وأن حب الأوطان من مقاصر الأديان فإن اعتزلتموهم وما تعبدون شوف الكلام فإن اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق هذه الآية آية قرآنية فيها ملمح وفيها معنى جميل فإن اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته أمر إلا أن الإنسان لا بد أن يأخذ المعنى الحقيقي في بناء الوطن وفي حبه وفي الدفاع عنه وفي الاستشهاد من أجله لأن الأرض لله تبارك وتعالى إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين لكن هذه الأرض سلمت إلينا جيلا بعد جيل تورثناها جيلا بعد جيل فالسابقون حافظوا عليها بدبائهم ويجب علينا أن نحافظ عليها أيضا بدبائنا وأن نقف ضد كل معتد على هذه الأرض وضد الجماعات المتطرفة وَأَصْحَابُ الْعُكُولِ الْكَلِيلَةِ وَالنُّفُوسِ الْمَرِضَةِ لنقاوم الفكر بالفكر والعدوان بالعدوان فإن اعتدوا علينا فنحن ندافع عن أرضنا وعن بلدنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون وطنه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد إلى غير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم أمر للدفاع عن حب عن الوطن فيجب على الشباب أن يفقهوا إلى هذا المراد وإلى هذا المعنى إنهم فتية آمنوا بربهم إلى معنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه في هذا الحب وتفرق على هذا الحب ورجل نشأ في عبادة ربه فهذا أمر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشباب وإلى النظر إلى الشباب ولا ننغمس وراء ما يقولون يعني الذين يصدرون حروب الجيل الرابع مثل ما اخترعوا لنا هذا التليفون بالرسائل التي تبعث من هنا وهنا 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 لك